المهرجان المتوسطي للسينما والهجرة هو مهرجان ثقافي فني يقام بمدينة وجدة الاهتمام دياله بمشاكل الهجرة والمهاجرين من خلال السينما ومن أهداف المهرجان هو تقريب صورة لإشكالية الهجرة والمهاجرين من خلال السينما وكذلك نشر ثقافة سينمائية داخل المدينة بحكم مجموعة القاعدة السينما التي تسدت نحاول من خلال تنظيم المهرجان أننا نشر ثقافة سينمائية داخل المدينة كذلك تجيع سياحة تعريف المؤهلات السياحية والطبيعية المدينة توجدونها وحيدة لها الطيوف والمهرجان وكذلك تنمية المدينة اقتصادية من بداية كنا نستعد لتنظيم الدورة التاسعة المهرجان في دورته التاسعة نقطعها الأشواط ولكن بحكم كوفيد-19 يعني فيروس كورونا أرسأت إدارة المهرجان أنها تلغي الدورة لمجموعة الاعتبارات منها الدعم منها هذا الفيروس يعني اللي هو بدأ يعني انتشر بواحد كتير يعني في هاد الأشهور أو هاد الأسابيع اللي دازت فارسأت إدارة المهرجان يلغاء الدورة على أساس أن تقام يعني بالدورة إن شاء الله يعني التاسعة في 2021 بحلة جديدة ويعني يكون تنظيم أحسن لأمجمه الكريم وكذلك يعني هو إحنا في إدارة المهرجان يعني يقلسنا على أساس حتنا هاد النقطة أننا ننظمو يعني دورة افتراضية ولكن لقينا واحد المجموعة لديلتها أنه ما غتش تكون نجحة حضورين يعني حضورين كانت تكون نجحة أحسن من تكون رقمية يعني لمن ناحية المشاهدة للأفلام لمن ناحية التكريم لمن ناحية يعني عندنا واحد البرنامج يعني يعني متكامل وزوين يعني المهرجان يعني السينمائي كيكون يعني أحسن حضوريا على أنه يكون رقمي وشتنا هاد المسألة هذي ولكن نراه تقريب المهرجان عبر العالم مشي كان يعني مجموعة كبيرة أنها تقريبا جميع المهرجانات يعني السينمائية يعني في العالم والغية للسنة القديمة كان واحد مهرجان اللي اللي سمعت به هو في يعني في بشخل يعني الجزائر أنه داروا داروا مهرجان رقمي وكان عليه واحد لأخر ولكنها يعني حالة يعني ولكن لجميع المهرجانات والغية بسبب هاد كوفيد-19 إحنا من بداية يعني تنظيم هذا المهرجان وكما يعلم الجميع المهرجان السينيما يعني خصوة دعم كبير كبير بزاف يعني مشي دعم صغير اللي باش أنك قد تنظم مهرجان يعني كبير كان عندنا شركة يعني من بداية يعني تنظيم دورات دينا يعني خصوصا في مدينة الريباط مثل يعني وزارة الهجراع مثل مؤسسة الحسن التاني المقيمة نبي الخارج مزل الجالية مركز سينمائي المغربي تقريبا هدول كان عندنا يعني شركة يعني دائما يعني قوم عنا دورة إلى دورة في مدينة وجدة يعني نتأسف يعني عدم دعم لهذا المهرجان هذا بحكم أنه كان يدعمه مهرجانات أخرى يعني حتى مهرجان دينا يعني مهرجان كبير والدورة دلو التاسعة وتهوة يعني 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 يهتم بالمهاجرين وبالهجرة وتهوة كي ساهم في تنمية المدينة وتهوة يعني كي يعرف بسيحة داخل المدينة ولكن تأسف عدم دعمه تبخى بالنسبة لنا نحن كجمعية منظمة لهذا المهرجان على متل استفان كان نحن مجمعة للجهات واشترتول للجهات المنتخبة أنا كان نوجه يعني الكلام ديالي الجهات المنتخبة لأننا كان نحن مجمعة ديال المجالس ما توصلناش حنا بالدعم ديالها تلت سنوات او اربعة ما عرفناش لماذا علش كتدعم يدعموا مهرجانات يعني أخرى والمهرجان ديالن لا بالضبط يعني حتى الناس كيتساءلوا للمحبين ديال المهرجان لأصدقاء ديال المهرجان لحتى الحضور اللي تيجي تال الناس اللي تنستدعيهم من دول يعني العالم يعني استغربوا يعني استغرب كبير على عدم دعم لهذا المهرجان هذا أو اعطي حق دياله في الدعم توجيه يعني توجيه مزيان هذه كانت يعني تقريب يعني في كل سنة تنطرحوا هذه المسألة علاش ما يندارش في الصيف وفي اليوم الوطني للمهاجر طريق احنا المشكل مشي في التوقيت احنا المشكل في الدعم لان المسألة تعد دعم ضروري بشأن كتنطم الفطرة ديال الصيف هي فطرة مهمة ويكون مهاجرية مغربة يعني كيدخلوا الارض الوطن تنتني في ديك الفطرة هذه ولكن احنا اشتناها من ناحية المادية انه ليفور كيكونو طالعين ليفور كيكونو طالعين لزوطيل كل شي عامر يعني وحل المجموع على الأمور اللي حنا قدي نسحقها في الفيستيفال الضيوف ديالنا قد تكون طالعوا بشكل يعني كبير من ناحية ثانية انه الدعم عندنا قليل ترشيد لنا فقط منسبة لمهرجان يعني لو تعطال الدعم المهرجان في فترة الصيف ولما لا يعني خلال الاحتفال باليوم الوطني للمهرجان